هنا الرياض اهلا بكم رغم الاعتراضات والمخاوف الاقليمية والدولية استفاء كردستان ونتائجه المرتقبة اصبحت واقعا النواب العراقي يلزم العبادي بنشر قوات في المناطق المتنازع عليها وبرزاني مستعدون للمواجهة فوز بطعم الهزيمة المستشارة الالمانية انجلا ميركل الى ولاية رابعة وصعود اليمين المتطرف يعقد حسابات ميركل في تشكيل الحكومة ومراقبون فوز المستشارة الالمانية يصب في مصلحة الاتحاد الاوروبي مع قناعته بان الاستفتاء خطوة اولى على طريق الاستقلال وان الحوار مع بغداد قد يستمر لعامين حتى تحقيقه مضى رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني في اجراء الاستفتاء اما عن بغداد فقد جددت موقفها بانها غير معنية بالاستفتاء ولا نتائجه بل واكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان مشاكل الاقليم داخلية وستتفاقم مع دعوات الانفصال الخطوة الاكبر اتخذها البرلمان العراقي الذي اصدر مجموعة من القرارات التصعيدية ضد الاستفتاء ابرزها الزام العبادي بنشر القوات المسلحة في المناطق المتنازع عليها مع اقليم كردستان انقرة التي تشكل لاعبا رئيسيا لوقف عائدات النفط عن اقليم كردستان لوحت بذلك عبر اجراءات تطال معبر خابور الحدودي وتعد مدينة كاركوك القضية الاكتر حساسية في الامر برمته كمنطقة متنازع عليها كما انها ليست جزءا من المحافظات الثلاثة التي تشكل منطقة الحكم الذاتي في كردستان لكن في النهاية تم الاستفتاء والنتائج من المرجح طبعا ان تذهب باتجاه الاستقلال فما هي حسابات جميع الاطراف المعنية الان لكبح جماح المواجهات الصادمة فماذا عن دور المجتمع الدولي الذي ابدى اعتراضا واضحا على الخطوة وصولا الى مجلس الامن ذاته اقليم كردستان العراق يجري عملية التصويت على الاستفتاء على انفصاله ضاربا بعرض الحائط رفض الحكومة المركزية في بغداد وتهديدات تركيا وايران فضلا عن معارضة وتحذير دولي من انه قد يشعل المزيد من الصراعات في المنطقة فقد جرت عملية التصويت مع فتح مراكز لاقتراع ابوابها صباح الاثنين في محافظات الاقليم الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك وفي مناطق متنازع عليها بين الاكراد وحكومة بغداد ابرزها كاركوك وفي اول رد فعل على اجراء الاستفتاء صوت البرلمان العراقي على مسودة قرار يقضي باغلاق جميع المنافذ البرية مع اقليم كردستان وبفصل جميع الموظفين والمسؤولين الحكوميين والامنيين الاكراد الذين شاركوا في الاستفتاء كما اوصل برلمان بنشر الجيش في كاركوك وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد استبق اجراء الاستفتاء بسعات بالقول ان حكومته تعارض ذلك الاجراء لانه غير دستوري ويعرض وحدة العراق للخطر تتعرض خارطة العراق لمحاولة تقسيم من شأنها تمزيق وحدة العراق والتفريق بين ابناء الوطن الواحد على اساس قومي وعرقي وتعريضهم جميعا لمخاطر لا يعلم مداها الا الله ولا يعلم عواقبها الوخيمة الا الله تعالى اما رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني فقال ان الاكراد سيسعون لاجراء محادثات مع الحكومة المركزية في بغداد لتنفيذ نتيجة الاستفتاء المتوقع ان تكون نعم حتى اذا استغرق ذلك عامين او اكثر الاكراد سيسعون لاجراء محادثات مع الحكومة المركزية في بغداد لتنفيذ نتيجة الاستفتاء حتى اذا استغرق ذلك عامين او اكثر وذلك من اجل تسوية نزاعات المتعلقة بالارض والنفط قبيل الاستقلال وفي انقرة تعهد الرئيس التركي رجبطاي باردوغان باغلاق حدود بلاده مع كردستان العراق في كرالة جهين قائلا ان جيشه على الحدود مستعد لاتخاذ الخطوات الضرورية بينما اوقفت السلطات الايرانية حركة النقل الجوي الى المطارات الدولية في اربيل والسليمنية في كردستان العراق بناء على طلب بغداد لبرنامج هون الرياض ياسر نجم والنقاش في ملفنا الاول لهذه الحلقة من هنا الرياض عن استفتاء كردستان الخطوة وتوقيتها الحرج وتداعيتها في ظل الرفض العراقي والاقليمي والدولي لها ينضم الينا من عمال نائب مدير المركز العراقي للدراسات دكتور باسل الغريري ومن واشنطن اكاديمي والمحل استراتيجي والسياسي دكتور ادمون غريب ومن برلين الباحث في المركز الاوروبي للدراسات جيان عمر مساء الخير جميع العبدان معك دكتور ادمون غريب دكتور ادمون انت قريب جدا من ملف كردستان كباحث في هذا المجال في البداية لماذا يمضي مسعود برزاني في هذا التحدي ان كان على المستوى الاقتصادي والسياسي وحتى الدولي في اجراء استفتاء يعارضه كل العالم تحياتي لكم ولي ضيوفكم الكرام ولمشاهديكم بدون شك اولا ان التوقيت مهم جدا وهذا التوقيت اولا له عدة اسبعات طبعا هناك البعد القديم البعد التاريخي والذي له علاقة بتموحات الاكراد لتحقيق حلم الدولة المستقلة وايضا حق تقرير المصير يعتقد الاكراد وهذا الرأي ربما يمكن القول بان غالبية الاكراد تتفق عليه وهو انه حدث ظلم تاريخي عليهم وانهم حرموا من حق تقرير المصير بعد توقيع معاهدة سيفر وخاصة ان تركيا بعد توقيع معاهدة لوزان لم تشر لا من قريب ولا من بعيد الى حق الاكراد بتقرير مصيرهم واما بالنسبة للوضع الان فاعتقد ان جزء منه هو قرب هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية داعش هذا السبب اعتقد انه من بين الاسباب فالرأي الرئيس الكردستاني يريد اولا ان يحقق طموحه وان يستفيد من هذا الوضع خاصة ان الحكومة العراقية لا تزال ضعيفة الى حد ما ومن المتغيرات في الاجواء الدولية وعدم الوضوح والغموض لدى بعض الاطراف الدولية لكي يقول باننا نحن قادرين على تغيير الامر على فرض امر واقع وعب بعد فترة سيتعامل معه الجميع كأنه امر واقع لأمر الآخر ايضا هو ان الرئيس مسعود البرزاني كان قد وعد مرارا منذ التسعينات وبانه سيقوم باجراء استفتاء حول حق تقرير المصير والانفصال عن العراق ولكن لم ينفذ ذلك وبالتالي فان هذا الموضوع فانه الان يعتقد ان هذا هو الوقت الانسب للقيام بذلك وخاصة انه يعتقد بان هناك دعم قوي له نعم هذا الظرف او هذا الوعد او هذه الرغبة تصطدم بعوائق واضحة هناك مأزق سياسي نتحدث عن نظام سياسي ربما ينشأ او ما هو مستقبل النظام السياسي في كردستان نتحدث عن تحديات اقتصادية نتحدث عن ايضا تحديات جيو سياسية نعرف ان المنطقة التي اليوم يتم الحديث عنها تخضع بشكل او باخر الى اقتصاديات النفط وهذه ربما تشكل مأزق كبير لدى كردستان المديوم في الاساس كما ايضا المأزق الجيو سياسي نحن نتحدث عن دولة مفترضة تحيط بها دول لا ترحب فيها نتحدث عن تركيا نتحدث عن ايران في المقام الاول وهذا قد يجعلها يعني متزعزعة ربما تكون مسرح للتدخلات في شأنها فعلا هذه كلها نقاط حساسة جدا ومهمة جدا وذلك لانه كما تفضلت وذكرت اولا هناك ظروف مؤاتية الى حد ما هناك تعاطف امريكي هناك تعاطف في اوروبا مع الحلم الكردي مع قضية الاكراد الاكراد يعتقد انهم قاتلوا داعش بفعالية دعموا الولايات المتحدة دعموا القوى التي تحارب الارهاب ولذلك هناك نوع من التعاطف معهم ولكن هناك ايضا تحديات كبيرة جدا هذه التحديات منها ما تفضلت واشارت اليه وهو ان هناك اولا دولتان كبيرتان دعنا للحظة نترك العراق جانبا هناك تركيا وهناك ايران تركيا وايران لديهما مجموعات كردية كبيرة جدا تركيا باقل تعديل بين 20 الى 22 وربما اكثر من ذلك مليون كردي في ايران هناك على الاقل بين 10 الى 11 مليون كردي اذا هؤلاء سينظرون الى ما يحدث في العراق وعندما يروا ان الاكراد العراق الذين هم فقط حوالي 5 مليون شخص استطاعوا اقامة دولة مستقلة فسيقولون لانفسهم لماذا نحن لا يحق لنا ان نفعل نفس الشيء وهذا يعني بان تركيا وايران تعتبران مثل هذا التحرك امر خطير على امنهم القومي وبالتالي فانهم لن يقبلوا بسهولة ان يكون هناك دولة كردية مستقلة ما لم تكن هذه الدولة تقع تحت سيطرتهم ايضا النقاط الاخرى التي تفضلت واشرت اليها نعم سعود يعني اسمح لي دكتور هذه ايضا مهمة لان هناك ايضا امر اخر نعم سآتي على ذكر هذه النقاط بالتفصيل اسمح لي اتحول الى عمان دكتور باسل الغريري يعني الاستفتاء الكردي هل يعني هذا الاستفتاء نهاية العراق الذي نعرفه نهاية الجغرافية العراقية التي نعرفها اليوم اذا المساء الخير اخي استاذ ايمان وعلى ضيفك الكريم وعلى المشاهدين العزاء بالتأكيد هناك محاولة لعادة خرائط المنطقة ومنها يعني العراق هذا يعني امر لا شك فيه لكن هناك مسألة مهمة ان هناك ارادة دولية ممانعة بصورة كبيرة هناك ممانعة اقليمية وايضا حتى اعتراض عدم توافق عراقي لا بل هناك حتى عدم توافق كردي مع نشوء حركة على سبيل حركة لا اعتراض قران انقسام الاتحاد الكردستاني نسبة التصويت اليوم المتدنية في كاركوك في حلبشة يعني تعكس هذا الوفيس اليومانية يبا تعكس هذه المسألة على رغم من الارقام العالية لكن يعني تعرف انه المفوضي يعني هي مرتبطة بأربية الى درجة الماء وارقامها يعني غير يعني دقيقة جدا يعني على سبيل مثال هي قالت هناك اربع ملايين صوت هذا كلام غير دقيق اعصايات وزارة التخطيط العراقية تقول عدد سكان الاقليم كلهم خمسة يعني اذا حسبناها اربعة على كل عائلة نيين ثلاثة ضفناهم اقل من الاثمنتعاش او اقل من الواحد وعشرين اللي يصوتون فعلى اقل هم يصبحوا ستعاش مليون على هذا الرقم اللي يقدمهم معناه انهما نصف سكان العراق هذا كلام يعني حقيقة غير منطقي هذه ارقام سياسية وليست تعكس الواقع الديمغرافي نعم هناك ايضا جانب مهم اخر يتعلق ان الغرب لا يمكن او المجتمع الدولي لا يمكن ان يخفر لسيد البرزان عدم الاستجاب بمعنى ان المجتمع الدولي والاقليمي والعربي كلهم يعني توسموا بالسيد البرزاني يتراجع حينما يعني يضرب عرض الحياة بكل هذه المناشدات والمجتمع الدولي لا اعتقد مجتمع الدولي يعني سيتجاوز هذه المسألة لانها قد تبدو سابقة وتشجع الاخرين على يعني ضرب الحاقط حاطة لارادة الاممية حين صدم بيان مجلس يعني الامن هناك اشكالية تطرحها ايضا هو طبيعة الاستفتاء طبيعة الاستفتاء ربما يعني حق تقرير المصير هل حق الدستور العراقي يجيز لا يجيز بالنسبة لان نتكلم على الدستور العراقي هو حدد ثلاث مواد يتحقق فيها الاستفتاء منها يتعلق بالقوانين منها يتعلق بكركوك بالصلاحيات الاقاليم لكن ابن ذا لا يطلق الى مسألة الاستفتاء في هذا الجانب اضاف الاخر ان الحكومة العراقية لا تعترف به بمعنى انه تحاربه بعدم الاعتراف ولا يعني تعيره اهتماما السيد مسعود يحاول ان يعني يراهن على الوقت بمعنى مثل ما كانت في عام 1992 حينما اسس المنطقة كان هناك اعتراف تركي ويعني دولي لكن ما بعد تم التعامل معه هو يعني ايضا يعتمد على عام الوقت الوحيدة الدولة الوحيدة او كان واحدة الذي ايده هي اسرائيل يعني بمعنى هل يعتقد انه ما يمكن ان تفعل له اسرائيل يعني بجر المجتمع الدولي الى اعتراف بها انا اسمعت احد تصريح المسؤولي لك رات يقول ربما نحن يعني هناك دول اعلنت ربما استعدادها للاعلان الاستقلال اعتقد اعلان الاستقلال لن بين الليل ووضحها سياخذ بالتأكيد فترة طويلة نعم واضح النقطة دكتور باسل اسمح لي اسمح لي اتحول الى برلين جيان عمر اهلا وسهلا بك في هذه المسألة في مسألة استفتاء كردستان تعتقد ان الاكراد من خلال استبعادهم اي استجابة او من خلال عدم استجابتهم لأي من الطلبات او الرغبات الدولية بارجاع الاستفتاء او تحويله الى محادثات الى اخرين من الحلول تعتقد انهم يعتقدون ان جميع هذه الدول المعارضة بما فيها تركيا وايران هما سيرضخان للامر الواقع وسيتعاملان بطريقة براغماتية بعد عملية الاستفتاء ووجود نتيجة تفرزها الصناديق نعم استاذ جيان اتحول الى واشنطن دكتور ادم الغريب تعتقد ان البرزاني عندما لا يستجيب لهذه الضغوط الدولية هو يعني يقول انا ساضع العالم ساضع الدول التي تقف ضد هذه الرغبة بما فيها تركيا وايران تحديدا امام امر واقع يعني هو يتعامل مع الموضوع بطريقة براغماتية لن يتراجع سيضعه امام امر واقع وسيتعاملان مع هذا الامر واقع بمعنى ان تركيا لن تفتح جبهة مع اربيل لن تدفع هذا التحالف بين انقرة واربيل الى الانهيار ستحافظ عليه هذا هو الى حد كبير هذا هو الاعتقاد لدى القيادة الكردية اولا تعتقد بانها عندما تفرض امر واقع عندما يؤيد غالبية الكرد موضوع الاستفتاء موضوع الانفصال فان هذا وخاصة ان هناك تعاطف شعبي خاصة في الغرب وفي الولايات المتحدة مع طموحات الاكراد فان هذا يعني بانه في النهاية الدول المجاورة والعراق والرأي العام الدولي سيوافق او سيقبل بالامر الواقع وبالتالي فان هذه هي الرؤية هناك ايضا امر اخر يعتقده كثير من الاكراد المحللين الاكراد وهو ان هناك علاقات اقتصادية وثيقة جدا تربط انقرة وخاصة القيادات التركية والبعض القوى المؤثرة في تركيا بالاقتصاد في قليم كردستان حيث ان هناك استثمارات تركية ضخمة وهناك ايضا انبوب نفط وتركيا بحاجة الى النفط يعتقد الاكراد انه في النهاية تركيا محتاجة لهذه الموارد وان مصالح الاقتصادية ستفرض عليها تقبل الامر الواقع طبعا الى اي مدى هذه تعكز فعلا الواقع والى اي مدى يمكن القول انها فيها ما يصف بالانجليزية الامل بان يكون هذا هو الواقع بدون شك اعتقد ان القيادة الكردية يجب عليها ان تأخذ بعين الاعتبار هذه المواضيع ايضا ان مثلا ايران ايضا لديها مصالح اغلقت اليوم حدودها واجوائها امام الطائرات الحكومة العراقية طلق لمح رئيس الوزراء العراقي بانه يريد استعادة المعابر الحدودية بين منطقة اقليم كردستان والدول المجاورة وانه ايضا يريد المطارات وبالتالي فان هذا في ذلك اشارة الى انه ربما قد يفرض حضر جوي ايضا على اقليم منطقة اقليم كردستان هناك تلميح لذلك وبالتالي فان هذا سيضاعف الامور بالاضافة الى كل ذلك هناك المناطق المتنازع عليها وهي مناطق مهمة جدا هناك بعض العراقيين العرب الذين يقولوا اذا ارادت كردستان الاستقلال فليكن ولكن ليس في المناطق المتنازع عليها وضع دكتور ايدمون وسهل نينا وسنجار سأعود لك دكتور ايدمون اسمح لي لكن اتحول الى جيان عمر جيان عمر اهلا وسهلا بك من برلين تعتقد ان الاكراد يخشون من الولايات المتحدة يخشون ان تخلى او تنقض الولايات المتحدة بوعودها امامهم ولذا هم يرون بما ان الولايات المتحدة في حاجتهم في محاربة داعش والجماعات المتطرفة فالوقت الافضل هو استثمار هذه الحاجة وفرض هدف استراتيجي وتاريخي للاكراد بوجود دولة او موطن لهذه الاقلية في الكبرى في العالم استاذ جيان تسمعني برلين يبدو اننا نواجه اشكاليات في الاتصال مع برلين اعود الى او اذهب الى عمان دكتور باسل الغريري في مشهد الاستفتاء تعتقد ان الولايات المتحدة والاكراد تحديدا الاكراد هما لا يثقون كثيرا في وعود الولايات المتحدة سمعنا السفير الامريكي الاسبق او السابق في سوريا سفير فورد يقول للاكراد لا تصدقوا الولايات المتحدة هل تعتقد ان فعلا هما يعملوا بهذه الوصية او هذه التوصية ان صح التعبير ويذهبون الى الاستفتاء بما ان الولايات المتحدة في حاجتهم في محاربة داعش لذا من الافضل استثمار هذه الحاجة وفرض قرار تاريخي او فرصة تاريخية او ربما رغبة تاريخية لدى الاكراد بالاستقلال هناك علاقة وثيقة ما بين الولايات المتحدة الامريكية والاكراد والان اتذكر جيدا ان الولايات المتحدة الامريكية لم تتحرك المحاربة الداعش الا حينما هاجم الداعش اربيل حينها تحرك الضربة الاولى في العراق وايضافة هناك وجود اتفاقية عسكرية وقعت ما بين الجانبين هناك مساعدات سنوية وشهرية تدفع للبيشمارقة بمعنى هناك عدة اتفاقات رئيسة وهي مهمة وتعتبرها ان احد الحلفاء الوثيقين وايضا الولايات المتحدة الامريكية تعتبر البيشمارقة انها الاكثر طرف يعني الاكثر ثقة من بين الاطراف سواء الواقعين السنية والشعية لكن الولايات المتحدة الامريكية لكن الا تعتقد الا تعتقد دكتور باسل من ان يؤدي التنازع العربي الكردي اسمح لي في هذه النقطة تحديدا اتحدث عن نقطة البيشمارقة البيشمارقة نعرف انها يعني فصيل عسكري قوي لكنه مجزء الى جزئين جزء منه يخضع لبرزاني جزء الى طلباني نعرف ان حالة الشقاق او حالة الاختلاف بين الجانبين لذا ربما ايضا في الحرب على داعش وهذا مفسر منطقي ربما هذا الاستفتاء يسبب ارباك في الحرب على داعش وهو بالفعل صاد ايمي بالضمط ما كنت اقولها الولايات المتحدة الامريكية تخشى من يؤدي التنازع العربي الكردي الى نكوس في الحرب على داعش مثل ما ادى الخلاف السني الشيعي عام 2009 الى خسارة ما تسمى مكتسبات ديفيد بيتاريوس عام 2009 وبالاخير وصلنا الى داعش بالضبط الولايات المتحدة الامريكية تخشى ان يؤدي هذا الخلاف الى نكوس في الحرب على داعش اليوم قبل قليل يعني متحدثة باسم البيت الابيض سارة سندرس قالت ان من المهم الحفاظ على وحدة العراق من اجل محاربة داعش والوقوف بوجه ايران بالضبط قالت الناس قبل قليل وهي تؤكد على وحدة العراق بان الولايات المتحدة لا زالت تصر على وحدة العراق وعدم تأييدها الى هذا الحل حتى الموقف الفرنسي كان موقف لأول مرة اشهد نعم دكتور باسر اسمح لي فقط اتحول الى برلين بشكل يعني سريع استاذ جيان نأسف لهذه الانقطاعات تعتقد ان الاكراد سيمضون في هذا الاستفتاء بمعنى ما بعد الاستفتاء نتائجه ايا كانت ام سيذهبون الى وضعها ورقة على الطاولة متى محتاجوها ابرزوها دائما يعني بحقيقة لا توجد خيارات اخرى امام الشعب الكردستاني في اقليم كردستان العراق سوى المضي قدما في عملية الاستفتاء والاستمرار بالخطوات المقبلة التي سوف تليها وهو الاستقلال لان حكومة اقليم كردستان العراق وجميع القوى السياسية في اقليم كردستان العراق حاولت خلال ال14 عام الماضية منذ العام 2003 وحتى الان بجميع الوسائل الممكنة الوصول الى حل تشاركي وحلول وسطية بين حكومة اقليم كردستان العراق وبين بغداد ولكن لم يكن هناك استعداد ولا جدية من قبل الجانب العراقي في بغداد لحل الاشكاليات والتطبيق النظام الفدرالي يعني النظام الفدرالي في اقليم كردستان في العراق هو نظام نظري عمليا لم يتم تطبيق هذا فعليا يعني لا المحكمة الدستورية العلية تم تشكيلها رغم ان الدستورية نص عليها لا الغرفة البرلمانية الثانية التي منها المفترض ان يتم تمثيل الاقاليم فيها ومنها اقليم كردستان العراق وتشارك في العمليات التشريعية والادارية في البلاد كل هذا لم يتم تطبيقه حتى منذ ثلاث سنوات منذ هجوم داعش على العراق وأقليم كردستان للعراق لم يتم صرف الموازنة المالية للإقليم ورغم كل المحاولات السابقة فشلت ولم تستجب بغداد إلى أي نداءات تفاوضية حول هذا الشأن وبالتالي أجبر الكرد وفقدوا الثقة بالمطلق وهنا حينما أقول أن أقليم كردستان للعراق لا أخذ فقط الشعب الكردي هناك وإنما جميع المكونات التي تعيش هناك اليوم الذين شاركوا في الاستفتاء لم يكن فقط الكرد بل أيضا العرب والتركمان وبقية المكونات التي تشكل النسيج الاجتماعي في أقليم كردستان للعراق شاركت في الاستفتاء بنسبة كبيرة وصوتوا بالانفصال عن العراق لأنهم يريدون تأمين مصير الجيل المقبل لأن الاستمرار في هذا الوضع مع البغداد لن يأتي بثماره لا الآن ولا في المستقبل جيان على مستوى المستقبل هنا تتحدث عن دولة ربما لا تحظى بترحيب كبير نتحدث عن ربما العراق تركيا إيران وحتى يعني ربما دول ترى في استقلال كردستان عامل اضطراب في المنطقة ما هي خطة كردستان لتودد لهذه الدول أو على الأقل لقبول كردستان كعضو فيها في المنطقة يعني قيادة إقليم كردستان العراق أكدت مرارا وتكرارا ومجددا أيضا قالها رئيس إقليم كردستان العراق سيد مسعود البرزاني في خطابه الأخير بأنهم لا يشكلون أي خطر على الدول الجوار ولا نية لديهم لاستعداء أي دولة جارة أو إقليمية على العكس تماما هم يتطلعون إلى شراكة حقيقية إلى أن يكونوا جيران مع بقية الدول المحيطة بكردستان وبناء علاقات تخدم شعوب المنطقة ويجب يعني في الحقيقة لا يمكن مطالبة صاحب الحق بالتنازل عن حقه وإنما يجب توجيه الكلام إلى بقية الدول الجارة لكردستان بأن يقومهم بقبول إرادة هذا الشعب وبحقه المشروع الذي يضمنه بالمناسبة الكتب السماوية والأرضية تضمن لأي شعب على وجه المعمورة حقوقه في إدارة نفسه بنفسه طالما هو لا يريد أن يكون منصة لتشكيل خطورة على بقية الدول كما أسلفتم وأسلف ضيوفك أيضا أن هناك علاقات متميزة بين قليم كردستان العراق وبين تركيا قليم كردستان العراق تطلع إلى بناء علاقات جيدة مع الشركاء العرب في دول الخليج وكان للسيد مسعود البرزاني في العام الماضي زيارة إلى معظم دول الخليج ومنها أيضا المملكة العربية السعودية والتقى أيضا بالقادة العرب وبالتالي هذا الشعب يريد حريته ويريد حقوقه وعلى أسس منطقية أسس جيرة جيدة لا يريد أن يكون عامل عدم استقرار في المنطقة على العكس تماما حل القضية الكردية في كردستان العراق سوف يساهم في استقرار المنطقة دوما كانت القضية الكردية في العراق سببا للأزمات مع إيران ومع بقية الدول نعم نعم الدكتور إدمون غريب إذا ما قلنا أن الولايات المتحدة لديها رغبة في احتواء إيران حالها حال كثير من دول في المنطقة هل تعتقد أن بروز الأكرادو أو بروز هذه الدولة المرتقبة مع وجود أنقرة كحليف للولايات المتحدة ومع وجود العراق أيضا أو بغداد كحليف للولايات المتحدة هل تعتقد أن بوجود الأكراد سيكون احتواء إيران أتحدث عن إيران التوسعية سيكون ممكنا كفرضية مثلا بدون شك أولا أن فعلا هناك هذا الموضوع هو معقد جدا لأن هناك أطراف كثيرة مهتمة به ولها مصالح بهذا الموضوع بالنسبة بالتحديد لموضوع إيران بدون شك أن هناك أعتقاد بأن بروز هذه الدولة مثلا دولة كردستان التي تكون حليفة للغرب فأنها قد تساعد على احتواء إيران ولكن المسألة هي قد تكون أكثر تعقيدا من ذلك وذلك لأنه كما ذكرت أولا هناك عدة أمور ربما هناك بعض العرب العراقيين مثلا الذين يقولوا للأكراد إذا أردتم أن تستقلوا فاذهبوا واستقلوا ولكن فقط أن تستقلوا في الأقاليم الثلاثة التي هي ذات أغلبية كردية ولكن ليس في المناطق المتنازع عليها لأنه بالتالي طالما لا يتم حل هذا الموضوع ستبقى هناك مشكلة الصراعات حول الحدود حول المياه حول النفط والغاز وبالتالي فأن هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لتركيا صحيح ما سمعناه من ضيفك الكريم من برلين وهو أن الحكومة الكردستانية لا تريد تهديد دول الجوار ولكن في نفس الوقت من ناحية مجرد وجود دولة كردية مستقلة في العراق أو في كردستان العراق فأن هذا الوجود سيهدد الدول المجاورة وخاصة تركيا وإيران لأنهما تعتبران بأن هذا سيدفع أكرادهما للمطالبة نعم لكن دكتور إدمون اسمح لي وهم يعتبران دعنا نضع دكتور إدمون اسمح لي هناك طرح يقول أن الأكراد في تركيا غير متحمسين لفكرة الانفصال أو النزعة الانفصالية لأن الانتخابات الأخيرة على سبيل المثال الانتخابات الأخيرة في تركيا أبرزت أو أثبتت أن الأكراد لديهم رغبة في تعديل الدستور ليكون نظاما رئاسيا بعكس مناطق نتحدث عن أنقر وإسطنبول على سبيل المثال وبالتالي النزعة الانفصالية ربما لا تكون متحققة بمئة بالمئة لدى أكراد تركيا كما هو المتوقع لا أعتقد أن الصحيح ليس كل الأكراد لا في العراق ولا في تركيا ولا في إيران يرغبون في الانفصال ولكن أعتقد أن هناك أغلبية أولا بالنسبة لتركيا أول من طالب بالانفصال وإقامة دولة كردية موحدة من كل الأكراد في العراق وفي سوريا وفي إيران وفي تركيا كان حزب العمال الكردستاني وجاء ذلك في أواخر السبعينات وقال أنه يجب أن يكون هناك دولة موحدة دولة كردية موحدة تجمع بين جميع الأكراد بعد ذلك وبسبب طول الصراع الذي دار بين الدولة التركية وبين حزب العمال الكردستاني تراجع الحزب قليلا وقال نحن نؤمن بالفدرالية وطبعا تركيا ترفض مبدأ الفدرالية رفضا تاما لأنها تعتبر ذلك تهديدا لاستقلالها ولوحدة أراضيها ولا يزال الأكراد طالبوا كان هناك أحزاب كردية شاركت في الانتخابات ونعلم ما الذي حدث لهذه الأحزاب حيث أن عدد كبير من قاداتها الآن هم في السجون وكانت هناك استمرت الحرب في المناطق الكردية وكان هناك تدمير كبير بسبب الصراع بين حزب العمال وبين الجيش التركي خلال السنوات الأخيرة الماضية وبالتالي فإنه حتى في تركيا هناك دعم لهذه الفكرة نعم شكرا لك دكتور إدمون غريب لانضبامك معنا شكرا لك دكتور باسل وغريري من عمان ابقى معي جيان عمر في برلين نتابع فيه هنا الرياض بعد فاصل قصير مريكل بعد فوزها بولاية رابعة أمامنا الكثير من التحديات وسنتعاون مع الأصدقاء والحلفاء والاتحاد الأوروبي أكبر المستفيدين من بقاء المستشارة الألمانية موسيقى 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 بعد أكثر من عقد في حكم ألمانيا تخطت خلاله العديد من الأزمات والتحديات من رجحت في تحقيق الاستقرار والنمو المتواصل لأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي فازت المرأة الحديدية المستشارة أنجيلا ميركل بولاية رابعة في السلطة بعد أن حصد حزبها 33% من الأصوات بينما حصد الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي على أكثر من 20% وجاء حزب البديل في المركز الثالث بنسبة 13% من أصوات الناخبين ورغم انخفاض تأييد الاتلاف المحافظ المكون من الحزب الديمقراطي والاتحاد الاشتراكي إلا أن فوز المستشار الألماني لم يكن مفاجئا لاستمالتها المعارضين والتنازل في بعض القضايا وتنفيذ سياسات تتفق مع الأحزاب الأخرى ما أوقف إلى حد ما الاختراق التاريخي اليمين المتطرف في الانتخابات الألمانية على متمثل في حزب البديل والذي حصد 87 مقعدا في البرلمان وتتميز ألمانيا في الوقت الراهن بعدد من الأمور عن الدول الأوروبية بفضل سياسات أمريكا الابتداء من أقل نسبة بطالة إلى أعلى نسبة إنتاجية بالنسبة للعامل الألماني لكن ماذا عن سياسات اعتجاه الهجرة التي تثير جدلا داخليا كبيرا وهل جاء فوز أمريكا كطوق نجاة للاتحاد الأوروبي خصوصا في ظل مشروع الخروج منه الذي تتبناه الأحزاب الشعبوية المستشارة الألمانية أنجلا ميركل تفوز بفترة رابعة في السلطة لكنه فوز بطعم الخسارة نظرا لأنها ستضطر لتكوين اتلاف غير مستقر لتشكيل حكومة جديدة بعد أن فقد طيارها المحافظ الكثير من التأييد في مواجهة صعود اليمين المتطرف فحزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة فاجأ الجميع بحصوله على نحو 13% من الأصوات وهي نتيجة ستؤدي إلى دخول حزب يميني متطرف البرلمان لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما وأصبح تكتل ميركل المحافظ أكبر حزب في البرلمان ولكن بحصوله على 33.2% فقط من الأصوات بعد تراجع معدل التأييد له إلى أدنى مستوى منذ عام 1949 الذي شهد أول انتخابات عامة في ألمانيا بعد الحرب بالطبع كنا نتمنى نتيجة أفضل ولكن علينا أن لا ننسى أننا انتهينا للتأو من فترة تشريعية كانت تمثل تحديا غير عادي ولذلك فإنني سعيدة لتحقيقنا الأهداف الاستراتيجية لحملتنا الانتخابية إننا أقوى حزب ولدينا التفويض لتشكيل الحكومة المقبلة ولا يمكن أن يتم تشكيل حكومة رغما عنه بهذه النتيجة لم يعد أمام ميركل سوى خيار تحالف ثلاثي مع المسيحيين والليبراليين والخضر وهو ما ينذر بمفاوضات شاقة نظرا للاختلافات الكبيرة بين الأحزاب الثلاثة في مواقفها حول القضايا الجوارية خاصة البيئة وقطاع العمل المراقبون يرون أن ميركل تعرضت في هذه الانتخابات إلى أكبر عقاب لأنها فتحت أبواب ألمانيا لأكثر من 900 ألف لاجئ ومهاجر بلا وثائق ورغم فقدها التأييد فسوف تنظم ميركل أطول زعماء أوروبا بقاء في السلطة إلى الراحل هلموت كول مرشدها الروحي الذي أعاد توحيد ألمانيا وكونراد إدناور الذي قاد ميلاد ألمانيا من جديد بعد الحرب العالمية الثانية بوصفهم المستشارين الثلاثة الوحيدين الذين فازوا في أربعة انتخابات عامة حسن إبراهيم لبرنامج هون الرياض موسيقى 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 تعمق هذا المحور الخاص بفولز المستشار الألماني أمريكل بولاية الرابعة تحديات الداخل والانعكاسات على الاتحاد الأوروبي أكثر على هذا المحور نواصل مع ضيفنا من ميرلين الباحث المركز الأوروبي للدراسات جيان عمر كما ينضم إلينا من بروكسل الخبير في العلاقات العربية الأوروبية محمد الرجاي بركات مساء الخير جميعا أبدأ معك جيان عمر هل تعتقد أن فوز ميركل بطعم الخسارة معناه هبوطا تدريجيا في المرحلة السياسية لميركل بمعنى أنه لن نرى ولاية خامسة لميركل في المستقبل على الأرجح هي لن تترشح لولاية خامسة ولكن لا تعتبر هذه النتيجة خسارة فادحة لميركل كما بالنسبة للاشتراكين الديمقراطيين الذين كانت هذه الهزيمة هزيمة تاريخية بالنسبة لهم حيث أن ميركل رغم خسارتها لثمانية بالمئة من أصوات الناخبين إلا أنها هي الوحيدة أو حزبها الوحيد الذي يستطيع أن يشكل التحالف ورغم صعوبة التحالف كما أسلفتم في تقريركم إلا أنه هو التحالف الوحيد الممكن حاليا والتحالف جامايكا بين الحزب الخضر وحزب الليبراليين الأحرار وحزب ميركل الاتحاد المسيحي في اعتقادي أن حزب الاتحاد المسيحي الذي تقوده المستشارة ميركل مني بهذه الخسارة بسبب لعب حزب البديل لأجل ألمانيا اليمين الشعبوي على وثر المشكلة اللاجئين أو أزمة اللاجئين التي اندلعت في العام 2015 والتي كان حقيقة تصعيدا شعبويا من قبل هذا الحزب ضد المستشارة ميركل حيث أن هذا الاعتقاد الذي يتم تصوره بأن ميركل هي التي فتحت أبواب ألمانيا غير صحيح اللاجئون كانوا موجودين في دول محيطة بألمانيا في المطارات كانت أزمة إنسانية وكان هؤلاء اللاجئون لم تقم أنجلة ميركل بدعوتهم من سوريا أو من تركيا وإنما كانوا موجودين هناك وبالتالي حزب البديل لأجل ألمانيا حقق هذا النجاح الكبير الذي يعتبر 13% ثالث أقوى حزب في البرلمان الألماني بلعبه على هذا الوتر بالتحديد في الانتخابات المقبلة هذا الحزب ليس لديه أي برامج بما يتعلق بالعمل بالبيئة بالنظام الاجتماعي بالبناء في ألمانيا وبالتالي هذا الحزب سوف ينهار وكانت بواديره واضحة اليوم صباحا اليوم صباحا في هذا المبنى عقد المؤتمر الصحفي الأول لحزب البديل لأجل ألمانيا وأعلنت رئيسة الحزب والتي فازت أيضا في الانتخابات أنها لن تنضم فراوكي بيتري بأنها لن تنضم إلى الكتلة البرلمانية للحزب وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى انشقاق داخل هذا الحزب الذي بنى نجاحاته على أزمة اللاجئين وأزمة اللاجئين سوف تتلقى نعم أنت تعتقد أن حزب البديل الذي بين هلالين وريث للنازية تعتقد أنه سحاب في سماء الانتخابات الألمانية بالألا تعتقد أن المرحلة المقبلة نتحدث عن المرحلة المقبلة للانتخابات الألمانية بعد عدة سنوات مع عدم رغبة ميريكل في الترشح ومع انحسار الاشتراكيين ستكون الساحة خالية ربما للأحزاب الأقل شعبية بما فيها الأحزاب الشعبوية لا الموضوع لن يكون كذلك نحن نعلم أن الاشتراكيين الديمقراطيين أعلنوا مباشرة في ليلة الانتخابات ليلة الأمس أعلنها شولتس رئيس زعيم الحزب بأنهم سوف لن يقوموا بتشكيل تحالف مع حزب ميريكل رغم أنهم من حيث الرقم كان يمكن أن يشكلوا تحالفا كما الحكومة السابقة ولكنهم سوف ينضمون إلى المعارضة سوف يلعبون دولة المعارضة لكي لا يفسحوا المجال أمام حزب البديل للعب هذا الدور وبالتالي ستكون هناك تركيبة جديدة ضمن البرلمان الألماني سوف يقود الاشتراكيين الديمقراطيون المعارضة وسوف بنسبة 21% سوف يقومون بإعادة ترتيب أوراقهم وأيضا حزب الاتحاد المسيحي بقيادة ميريكل سوف يرتب أوراقه بعد هذه الخسارة المئوية في أصوات الناخبين وبالتالي نحن مقبلون في الانتخابات المقبلة في العام 2020-2021 سوف لن تبقى الساحة خاوية أمام أحزاب اليمين الشعب أو اليمين المتطر أتحول إلى بروكسل محمد رجائي بركات أهلا وسهلا بك قد تكون بروكسل تنفست الصعداء بفوز المستشارة الألمانية وهي الداعمة للسياسات الاتحاد الأوروبي لكن ألا تعتقد أن عدم الارتياح للمستشارة أتكلم هنا في البوندستاغ سيؤثر بشكل أو بآخر على بروكسل من جهة القرارات المتوقعة ربما للسياسات الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا تحديدا وأيضا العلات التي يعاني منها الاتحاد بشكل عام وأغلبها علات اقتصادية كل ذلك يعتمد على الاتلاف الحكومة الاتلافية التي ستشكلها سيدة ميركل ولكن أعتقد سيدة ميركل لديها شخصية كاريزمية محبوبة من قبل غالبية لدى الشعب الألماني واستطاعت أن تفرض نفسها وفرضت ألمانيا على الساحة الدولية وأيضا داخل الاتحاد الأوروبي فبالتالي لا أعتقد أن حتى الخسارة التي لحقت بها لن تؤثر على عملها وعلى وجودها على الساحة الاتحاد الأوروبي الآن كما ذكرت كل هذا يعتمد هل سيستمر الاشتراكيون في رفض الاتلاف مع السيدة ميركل يعني إذا كان عادت نفس الاتلاف وتم تشكيل حكومة مع الاشتراكيين فلن تتغير الأمور كثيرا لأنه سيكون لديهم غالبية تقدر بنحو 53-54% داخل البرلمان الألماني فبالتالي سيكون بإمكانها الاستمرار الآن إذا كان تم تشكيل اتلاف آخر حكومة آخر مع الليبراليين ومع الخضر قد يكون هناك تغيير من ناحية الاقتصادية سياسة الليبراليين الألمان وهناك بعض النقاط الاختلاف بينهم وبين السيدة ميركل بخصوص الاقتصاد من ناحية الاقتصادية بخصوص حتى دور الاتحاد الأوروبي ولكن شخصية السيدة ميركل ستحاول أن تجعل من ذلك عامل غير مؤثر على الاتحاد الأوروبي وعلى سياسة الاتحاد الأوروبي نعم فيما يخص السياسة الألمانية في عبر الأطلس تحدث هنا مع الولايات المتحدة تحديدا نحن نعرف حالة عدم التوافق بين ميركل ورئيس ترامب هل نحن موعدون بشتاء بين هذين البلدين أم أن الأمور ستتجه للحلحة لنظرا لحاجة البلدين لبعضهما لا سيما على المستوى الأمني ونتحدث هنا عن المستوى الاقتصادي نعم سيد رجائي نعم نذهب إلى برلين إذا كانت برلين يعني الاتصال مع برلين جاهزا برلين نواجه اليوم خللا في الاتصال شكرا لكم أعزائي مشاهدي القناة الإخبارية نراكم غدا هنا الرياض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر